وقد رحب سمو رئيس الحرس الوطني بقائد القوات الجوية الباكستانية بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وبهذه المناسبة أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين مشيدا بالدور الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مثلة في الجيش الباكستاني في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي كما بحث الجانبان خلال لقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في سبيل تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على الأصعيدة المختلفة وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري ترجمة نانسي قنقر